أرحب بكم مجدداً المشاهدون الكرام إلى حلقةٍ جديدة من برنامجكم بالمكشوف توحش السلالة الكهنوتية هذه السلالة التي توحشت فيما وصلت إليه من علاقة بينها وبين اليمنيين لم يكن بفعل قوتها ولا بفعل ما تملكه من مشروع إنما بفعل الخلافات السياسية بين الأحزاب والمكونات السياسية وتحديداً ممارسات الإخوان المسلمون تقاه الدولة اليمنية التي كانت عبارة عن وعاء ومضلة للإخوان المسلمين الذين أداروا السلطة منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وحتى 2014 لكن للأسف الشديد أن الإخوان المسلمين مثلهم مثل الحوثيين لا يؤمنون بالوطن ولا بالهوية الوطنية وبالتالي ممارساتهم هذه أغرت هذه العصابة الحوثية أن تعلن عن نفسها وخاصة بعد التحالف الذي كان بين الطرفين في عام 2011 حينما التحم الطرفان لمواقهة النظام ومواقهة السلطة في تلك الفترة لكن غباء جماعة الإخوان المسلمين مكن هذه العصابة التي تمتلك مشروعا متخلفا مشروعا يقوم على فكرة الولاية مثلما أن جماعة الإخوان يقوموا مشروعهم على فكرة الخلافة في لحظة من غيبوبة هذه القوى السياسية استطاعت هذه العصابة أن تنفذ إلى المقدمة وتستولي على السلطة وتستولي على الإرادة الشعبية بل وتصادر القرار اليمني وتتحدث نيابة عن اليمنين وتخاطب العالم باسم اليمنين وكأنما تطرحه من خطاب إنما هو خطاب اليمنين العجيب في الأمر أن قادة كبار ينتمون إلى هذه السلالة وكذلك رجالات دولة كانوا في مفاصل الدولة المهمة أيضا مستمتعين بما تقوم به هذه العصابة بل ويمارسون جزءا كبيرا مما تمارسه من حقد وكراهية ومصادرة لحقوق اليمن كدولة على مستوى العلاقات الخارجية ومصادرة حق اليمنين كشعب يفترض أن يعيش مثلما تعيش بقية الشعوب الأخرى الممانعة السياسية لدى الأحزاب والمكونات السياسية كانت سببا في تسهيل مهمة هذه السلالة بالعودة باليمن إلى الماضي اليوم هذه السلالة تتغنى بأنها استطاعت أن تستعيد إرث الماضي إرث ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر أن تعود بنا وباليمن مرة أخرى إلى عصور الظلام وإلى عصور الكهوف وإلى عصور الملازم وتقضي على عصر التكنولوجيا وعلى عصر العلوم الحديثة وعلى عصر المدرسة الحديثة والجامعة الحديثة أيضا وهي اليوم تمارس هذا القهل وهذا التخلف داخل المدارس وداخل الجامعات وداخل أيضا المساقد ورفع الشعارات التي تريد من خلالها أن تعود باليمن واليمنين مرة أخرى إلى كهوف التاريخ استمرار هذه العصابة في المشهد يجعلها بيئة حاضنة للتطرف هي أولا عصابة إرهابية متطرفة وبنفس الوقت أيضا تستفذ جماعة دينية أخرى لتجعلها في مواجهتها وبالتالي بالإضافة إلى أنها عصابة إرهابية أيضا هي بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف من القوى الدينية الأخرى لأن الحديث باسم الدين يجعل جماعات أخرى أيضا تعتقد وتزعم بأنها هي الممثلة للدين وممثلة لله في الأرض فبالتالي تخوض حربا ضد هذه العصابة أي أنه جماعات إرهابية في المستقبل القريب ستخوض حربا دامية على أرض اليمن وستخطط ما تبقى من إرادة الشعب اليمني في هذه الحرب الحرب الدينية الحرب بسم الله وعلى الله دورة التخلف واضح أنها عادت من جديد واستحكمت حلقاتها وأصبحت تحت لافتة الولاية والإسلام وعلي بن أبي طالب والكرامة والسيادة ومواجهة العدوان كل ذلك يقري بوكه عنصري بغيض الحديث عن مواقهة العدوان من عدوان حقيقي الذي يرتكب العدوان يزعم أنه يواقه العدوان الخارقي وهو كان سببا أساسيا ورئيسيا في مجيء هذا العدوان في استفزاز المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي الحديث أيضا عن الإسلام وكأن الإسلام لا يمكن أن يكون إلا حينما ترفعه هذه العصابة ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلم إلا حينما ينتمي إلى هذه العصابة ولا يمكن أيضا أن تقوم الدولة إلا إذا أعدنا فكرة الولاية وأن نكون أتباع لعلي بن أبي طالب حتى نكون أتباع لمن يزعمون أنهم من أبنائه ومن سلالته مع أن الله عز وجل لم تقتضي سننه الكونية بأن تكون البشرية تابعة لفرد من الأفراد يعني حتى الرسل والأنبياء لم يوصي الله عز وجل أن يكون الناس أتباع لهم وإنما يتعاملون معهم بوصفهم أنبياء ورسل مبلغين عن الله هذه الرسالات لكن هذه العصابة تزعم أنها سلالة نقية سلالة طاهرة وهي وريثة للولاية ووريثة للإمامة ووريثة للدين ووريثة لعلي بن أبي طالب ووريثة للرسالة السماوية وحولت هذه الرسالة السماوية من رسالة للبشرية جميعا إلى رسالة خاصة بها هي التي تحدد ما هي هذه الرسالة لذلك حتى القرآن الكريم تركته جانبا وضعته جانبا ووضعت ما تسميه هي بالمسيرة القرآنية وكذلك تتحدث عن ذلك الصريع الذي خرج على الدولة قاطع الطريق حسين بدر الدين الحوثي وتسميه بالقرآن الناطق بمعنى أن من يدخل الإسلام أن يأخذ إسلامه وقرآنه من هذا قاطع الطريق حسين بدر الدين الحوثي ومن المسيرة القرآنية ولو اقتربتم من المسيرة القرآنية لو قدتم مجموعة من القاذورات والبلاليع مخرجات هذه المسيرة مجموعة من القطيع البشرية التي تشبه المقاري حينما يتحدثون معك لا يتحدثون إلا بأقدر الكلام لا يستطيعون أن يحاججون الحجة بالحجة وإنما دائما يذهبون إلى الشتيمة مباشرة حتى يسكتون الكتاب ويسكتون أصحاب الرأي ويسكتون المناقشين والمنتقدين مخرجات المسيرة القرآنية هي عبارة عن مجموعة من البلاليع والمقاري من يصطدم بأي منهم يحاول أن يغلق أنفه من الروايح النتنى والكريهة وعليكم أن تدخلوا كل وسائل التواصل الاجتماعي لترون ماذا يكتبون لن تجدوا أحدا يكتبوا كلمة فيها من الأخلاق ومن القيام بالمطلق لأنهم لا أخلاق ولا قيم لهم الذين يتربون في الأساس في الدهاليز وفي البدرومات المظلمة لا يمكن إلا أن يكون عبارة عن مجاري نتنى حينما تحاول أن تلقي بحجرا فيها تطلع الروايح الكريهة والروايح النتنى هذه العصابة تريد إدارة الدولة والشعب بالملازم كما قلت لا تؤمنوا بالعلوم الحديثة ولا تريد أيضا لتلك العشرات الآلاف من المدارس التي بنتها الثورة والجمهورية تريد أن تقضي عليها تريد أن تدمرها تريد أن تعود بنا مرة أخرى إلى عصور الظلام وإلى عصور الكهوف لذلك فهم يدفعون بكثير من الشباب إلى جبهات القتال يعني سواء بالترغيب أو بالترهيب يريدون القضاء على أكبر قدر ممكن من الشباب لكي تخلص صاحة لهم وكما قلت في حلقة سابقة كم من المقابر التي تم افتتاحها ولا يوجد بلد في العالم يفتخر بفتح المقابر إلا عند هذه العصابة ولا يوجد أيضا مكان في العالم يأتي الأب ويسلم ابنه ليذهب إلى جبهات القتال يسلمه كائنا حيا سويا ثم يعود إليه عبارة عن برواز وعبارة عن صورة وبجانبه قطمة سكر وقطمة رز هذا لا يحدث إلا عند هذه العصابة ثم بعد ذلك يبشرون الأب والأم بأن ابنهم قد نال القائزة العليا ونال الشهادة وسوف يذهب إلى القنة وبنات الحور ولا يسألون أنفسهم لماذا لا ينال الشهادة القرد عبد الملك الحوثي الذي يختبئ في كهف من الكهوف لماذا لا يذهب إلى القبهات وينال الشهادة وينال هذه القائزة العليا ولماذا أولئك الذين ينهبون أموال الناس ومرتباتهم أيضا لا يذهبون إلى القبهات لكي ينالون الشهادة وينالون القائزة العليا إنهم يحاولون أن يمتهنوا عقل اليمنيين ويحاولوا أن يطمسوا على تفكير الناس ويحاولوا أن يثوروا المواطن اليمني بأنه يدافع عن كرامته وشرفه وحقيقة الأمر أن الكرامة منتهكة والشرف منتهك من قبل هذه العصابة واتابعتم كيف تناولت هذه العصابة قضية المرأة التي في الخوقة مع العلم أننا لو قارننا قليلا وعدنا بالذاكرة إلى تلك الصور التي تابعناها من أمام المستشفى العسكري ومن ميدان السبعين ومن أمام منزل الشهيدة الزعيم علي عبدالله صالح كيف تعاملوا مع النساء وكيف أهانوا كرامتها وكيف كتبوا كتابات غير لائقة حتى بالحيوانات هؤلاء يكذبون حد الصدق ودائما يحاولوا أن يبعثوا الحمية لدى الآخرين وهم في حقيقة الأمر لا كرامة لهم ولا شرف لهم ولا قيم لهم ولا دين لهم ولا أي شيء من هذا القبيل أسوأ ما في هذه السلالة العنصرية كما قلت أن حتى كبار مثق فيها للأسف الشديد يمارسون نفس الممارسات التي يمارسها جهلتها وهم يصمتون ويعتقدون بأن الشعب اليمني سوف يتركهم سينتقم منهم لأن الصامت والساكت عن الحق شيطان أخرس وبالتالي تحول هؤلاء إلى شياطين وهم يشجعون ويساعدون هذه السلالة التي ينتمون إليها والأسف الشديد بعد خمسة وخمسين عاما ما كان أحد يظن بأن أسماء لامعة ومن يسمع الحديث في هذه اللحظات سوف تطلع عمام عينيه الكثير من الأسماء لشخصيات كبيرة كانت موجودة في الدولة وكانت في مقدمة قيادة الأحزاب ومع ذلك ما زالت تمارس الصمت حتى هذه اللحظة وهي لا تنتقد تلك الممارسات القذرة من قبل هذه السلالة لقد قرر هؤلاء الانحراف والخروج عن قيم المجتمع وأصبحوا ملطخين بدماء الأبرياء سواء الذين ارتكبوا قتل اليمنين أو الذين صمتوا عنهم فجميعهم تلطخت أيديهم بدماء اليمنين ولا يمكن لليمنين أن يتناسوا ذلك بالمطلق ما أسوأ أن تكون أداة للعبث بمحتويات شعبك وأيضا تعمل على تفتيت جغرافيته وتتفانى في خدمة دولة أخرى وأن تكون عميلا حقيرا لدولة كإيران التي تعتز بقوميتها وتعمل من أجل إيران ومن أجل الشعب الإيراني فكان يفترض أن تعمل أنت من أجل اليمن واليمنيين لا أن تعمل أن تكون تابعا ذليلا وحقيرا لإيران يصرخون بيمنيتهم فيما هم في حقيقة الأمر يختطفون اليمن من اليمنين أنفسهم ويستميتون في أداء الدور المرسوم لهم يوزعون المغالطات والأكاذيب كل يوم صباحا ومساء اليوم أكبر معضلة تواجه اليمن أنها تورطت بهذه الجماعة السلالية التي لا تؤمن إلا بتفوقها السلالي على الآخرين وقد أدخلت اليمن في ملفات الصراعات الشائكة التي لم يكن لليمن أي دخل فيها جما عذابت في الأجندة الفارسية أصبحت تتصرف ونحن نشاهد ونتابع ونسمع كل يوم أنها أصبحت تتصرف وقت ما تمليه إيران عليها من إدارة الحرب والفوضى ورعاية وتغذية الإرهاب نحن أمام سلالة معبئة بالكراهية ونكران الجميل مشكلة اليمن اليوم تكمن في كثافة العبلاء الخونة والراغبين في أن يظل اليمن منهاكا وغير قادر على التقاط أنفاسه في هذا الطرف عصابة سلالية وفي هذا الطرف رئيس وابنه ومن حولهما جماعة من الانتهازيين المرتزقة أيضا تلك الجماعتين اختطفت اليمن واختطفت القرار اليمني وجعلت اليمنين غير قادرين على أن يعودوا لممارسة دورهم مرة أخرى لكننا نراهن على الشعب اليمني بأنه سيتقاوض هاتين الجماعتين جماعة السلاليين وجماعة الانتهازيين الرئيس وابنه ومن حولهما جماعة المرتزقة أكتفي بهذا القدر وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله